ايه مشكلة القانون الدولي؟ انه غير ملزم؟ انه لازم يكون مقرون بالقوة لتنفيذه ان يكون هو غير ملزم هو ملزم حتى على الدول اللي هي ما مضتش على انا بس مع الكلام ان اسرائيل ما مضتش على في الدول لا ده هو ملزم حتى على الدول دي ده ملزم حتى على الحماس او ما يحلمش شايفينه ليه لماذا لا يطبق اسرائيل لا تتوقف عن الاعتداء لا تتوقف عن اجراء مجازر لا تتوقف عن تجويع يعني احنا شايفين كل ما هو ممنوع تقوم باسرائيل وكأنها شايف مسك وراءة الممنوعات وبتنفذها واحد وردتين ليه ما حدش قادر يوقفها ولماذا لا تتطبق عليها مش عارفة بقى عقوبات دولية او هناك شيء راضع المفروض ده يعني انا عارف ان ده طبعا يعني خطأ وكلنا عارفين ده خطأ وان فيه نوع من انواع الحماية حول اسرائيل وكان اسرائيل دي من يعني كائنات اخرى غير البشر فلازم يبقى يتم حمايتهم فاحنا لا ده دلوقتي ان مفروضنا نحاكم دولوا ويبقوا مجرمين حرب زي اللي حصل في سربيا على سبيل المثال ده المجرمين بتقع سربيا في معارك ضد كوسوفو دول اتحكم ا حاكم دولية وشجنه لازم يكون فيه زي ما فيه إصرار من العالم دلوقتي ودي حاجة كويسة ده المكسب اللي حدا كسبناه من اللي بيحصل ده زي ما فيه حاليا إصرار من العالم على وقف إطلاق النار لازم يكون فيه إصرار على بعد الحرب على المحاكمة هؤلاء أمام المحاكمة الدولية الجنيية على فكرة من حق أي دولة زي لوحة الجنوب أفريقيا ورفعت قضية من حق أي دولة أنها تحاكم دولة أخرى على جرائم الحرب بش لازم يعني معنا الفلسطين مسجلة في الجنيات الدولية لكن أنا بقول من حق أي دولة بل من حق أي فرض يعني في القانون الدولي الإنساني الأفراد بيعاملك زي الدول فممكن يعني ممكن كل فرض حصل عليه انتهاك لحقو الإنسان أو القانون الدولي الإنساني داخل يقدر يستقل بذاته هو الوحده يروح للمحكمة الجنيية الدولية يعني أنا بتكلم في حاجة بقى شعب يعني 2 مليون و300 ألف قضية ممكن تتعامل على ويبعثوا الوثائق دي للمدعي العام للمحكمة الجنيية الدولية يعني حتى لو أشخاص أو شخصات اعتبارية يبعثوا مثل هذه الوثائق أو الانتهاكات الواقعت عليهم طيب دكتور أحمد اشتركوا في القناة